طيب احنا عندنا السؤال هنا او مثال يقول لك متى كان العداء على بعد ثلاثين متر من نقطة الاصل على بعد ثلاثين متر عن نقطة البداية متى كان مدام قل لك متى معناته معناته الزمن الآن هنا بعد ثلاثين هذه نقطة البداية صفر على بعد ثلاثين هذا هو على بعد ثلاثين هذا هو على بعد ثلاثين هنا طيب كيف نعرف انه مشه بستة ثواني هو يقول لك هنا في السؤال متى يصل العداء الى بعد ثلاثين متر عن نقطة البداية هذا السؤال الاول واين يكون بعد مضي اربع ثواني ونص اربع ثواني ونص هل يتحددها اذا هو ماشي بسرعة منتظمة طبعا ماشي بسرعة منتظمة معناته كل ثاني هيمشي خمسة متر والثاني ثاني هيمشي عشر اي اي معناته وين رح يكون بعد ثلاثين متر لحن نشوف اول شي هو بعد يمشي واحد لكل خمسة وثنين عشرة وثلاثة خمسة عشرين وخمسة خمسة وعشرين وستة ثلاثين اذا عند المسافة ثلاثين متر عن نقطة الاصل سيمر خلال ستة ثواني لان السرعة هنا كانت منتظمة لان السرعة كانت منتظمة بعدين هنا قد يعني زي كده فبالتالي حيكون عندنا في الثاني الرابعة والنصف اللي هو قال هنا اين يكون عند اربع ثواني اول قال لك متة اول طلب الثواني وعطاك المسافة دي حين اعطاك الثواني ويبغى وين المسافة حتقول اربع ونص دي واحد اتنين ثلاث اربع ما بين اربع و الخمسة حيكون اكيد النص هنا معناته حتقول بمنى سرعة منتظمة احنا في الثانية الرابع عندنا حيكون عشرين اذا احنا عندنا في النص الثانية شوفوا مدام انها سرعة منتظمة والثانية الاولى خمسة ثواني اذا في النص الثانية حتكون اثنين ونص متر وبما انها عشرة يعني ثانيتين عشرة اذا اثنين ونص حيكون ثلاث عشر ونص هي اثنين ونص معناته معناته عندنا هنا الاربع ثواني مدام انها عشرين اذا اربع ونص حيكون اثنين وعشرين ونص هي زي ما يمثل هنا عندنا بين العشرين وخمسة وعشرين اثنين ونص والاربع ثواني هنقول زي كده اربع ثواني هتمشي زي كده نجي عند العشرين نص العشرين نحنقول زي كده حيكون تمثيل بياني حقها زي كده هو اربع ونص الى اثنين ونص موسيقى موسيقى شكرا